دعوات أمريكية عبر سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة لميليشيات الحوث الاستجابة لاقتراح وقف إطلاق النار على مستوى اليابان وخصوصا في مأرب ودعت واشنطن لأن تحترم الميليشيات التزاماتها بمجيب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك هل التزامات متعلقة بحماية المدنيين نداءة واشنطن تأتي بعدما أخرجت ميليشيات الحوث من دائرة الإرهاب والذي سمح بعسب سياسيين لها بموارسة الكثير من الضغوط خصوصا على الجانب الإنساني الذي عطلته ميليشيات الحوث تماما في مناطق سيطرتها تقرير لمكتب الأمم المتحدة في اليمن قال أن هناك 369 حادثة تم الإبلاغ فيها عن قيود فرضتها ميليشيات الحوث على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع تضمنت تأخير تصالح السفر ورفضها بالإضافة إلى احتجاز موظفي الإغاثة في نقاط التفتيش ميليشيات الحوث سعت إلى إنهاء استقلالية العمل الإنساني بانتهاك البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في مناطق سيطرتها وإصدار مجموعة من مطالبات الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود التأجير والنفقات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية وتدخل بشكل مباشر في عمليات التوظيف بنظام الإحلال لأفراد في مكاتب وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث وشملت ذلك ما يقارب من 21 توجيها جديدا تقرير الأمم المتحدة رصد وقوع عمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثا شملت الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال الإساءة لمعاملة الموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية الإحصاءات الصادمة تضع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في مأزق أخلاقي وآخر سياسي فالميليشيات الحوثية التي خرجت بالأمس من دائرة الإرهاب الأمريكي لغرض إنساني ها هي اليوم تمارس الإرهاب بعينه بل أن المداهنة الأمريكية منحت ميليشيات الحوثي نصرا معلنا وسياسيون يرون بأن مشكلة اليمن في تفاقم مستمر مقابل التغاضي الدولي مقابل التغاضي الدولي